اليوم ما عنا كتير احداث بس عنا تغيير بحركة الامار رح نحكي عن الاخبار اليوم الاحد 27 تشرين الاول 27 اكتوبر من عام العشرين اربع وعشرين نبدأ مع اول الموليد واول هنقول الموليد من الاقل حظ ولغاية الاكثر حظا كالعادي اول اليوم الموليد يلي عندون شوية توتر ان الموليد الحوت بدي افزر منكم بس عن جد اليوم مولود الحوت يعني هلأ عندك هيك تقريبا يومين ثلاثة بدك تمتبه كتير لشراكاتك لعلاقاتك بدك تتجنب اي موقف عدائي شوي الظرف صعب برغم انه الفترة جيدة معنا سيئة بس يعني ظروفك مع الشريك ممكن ما تكون مريحة وخاصة عاطفيا انتبه اليوم من مواجهات من مشاكل حتى على صعيد العملي لانه ممكن اليوم يحملك بعض التأخيرات تاني موليدنا مولود الجوزاء على مولود الجوزاء يمكن اليوم العائلة بيحاجة لك فانت بدك تكون مستعد نفسيا لهذا الموضوع لانه في ظروف بدك تشغلك العلاقة بشأن منزلي بيتي علاقة مع احد افراد العائلة يعني اليوم بدك تكون رايق هيك وحتى لو كتريت المسئوليات عليك خلصها بيتي بخاطر يعني انت شو خسران هذا كتير مهم لك اليوم بس الحقيقة اليوم الجوزاء شوي تعبان يعني شوي متضايق وشوي تعبان طيب تالت المواليد بالنسبة لمولود القوس هلا القوس يلي اليوم كمان شوي بده يدير باله مو بس اليوم الحقيقة هاليومين يعني اليوم بدك تحاول ما تناقش مواضيع حساسة يعني اليوم القوس شوي فاقد للمرونة او يمكن فاقد للدعم وذا كنت بدك تستخدم صراحتك كالعادي فراح ما رح تكون بمحلة يعني انتبه اليوم ما تتحدى حدا ما تعرض حالك لمواقف محرجة لانه في اشخاص اليوم حقيقة ممكن يستفزوك مولود القوس بدك تنتبه يعني اليوم الاستفزاز وارد جدا بس انت بدك تتبارد اليوم ما تتجاهل قدمة فيك وخاصة مهنيا يعني على المستوى العملي علاقات العمل اليوم شوي حساسة يلا خلينا نقول لمولود الميزان صباح الخير اليوم الميزان شوي كانن كانن فاتر شوي الحقيقة يعني هيك كأنه الامور عم بتراوح مكانة ما في حماس كتير ما في وضوح الحقيقة بالامور واليوم النصيحة للك مولود الميزان ما تتخذ خطوة مهمة اليوم يعني هي خلي الامور تمشي بشكل روتيني لا تتدخل فيها كتير منشوفك اليوم شوي مبتعد عن الأضواء يعني حابب تكون مع نفسك أكتر ما بيمنع يعني يمكن الموضوع له علاقة بقعدة تقييم لبعض الامور لبعض المواقف استرجاع لبعض الزكريات يمكن بهذا اليوم هيك شوي كئيب مولود الميزان عامة امورك جيدة بشكل عام بس هذا اليوم يعني يمكن هيك تفضل تكون مع نفسك أكتر بالنسبة لمولود الحمل الحمل اليوم قصته بمشاغله وبمتعبه عنده شغل كتير عنده مسؤوليات كتير قلق مولود الحمل تجاه بعض المسائل يمكن الصحية أو يمكن المهنية يعني إذا كان في عندك اليوم أعمال كتيرة واجبات كتيرة التزامات كتيرة يعني بدك تحاول اليوم التنظمة الحقيقة في شوي هك عجقة عند مولود الحمل اليوم الترتيب ترتيب الأولويات تنظيم الوقت بفيدك وإذا كان الموضوع تقدر أنه تكون أكثر تعاون مع الآخرين فأكيد يعني هذا الشيء ممكن يكون مريح لإلك نحنا عم نمشي بالأبراج من الأقل حظ ولغاية الأكثر حظاً هلأ نصصنا يعني ها يعني بلشت الأمور لتكون منيحة بالنسبة لإلك مولود الأسد اليوم يمكن مولود الأسد يقبض مبلغ من المال احتمال يكون في عنده إما وعد مالي أو قبض مال بس كمان بيدفعه يعني اليوم بدك تهتم كتير بمصاريفك بدك تهتم بأنه تكون معتدل ما يعني تتصرف هيك بتهور شوي هلأ فيه التزامات أحياناً بتكون مفروضة علينا وبتشكل عبق الحقيقة وفيه أمور بتكون اختيارية فيعني أنت شو بدك تختار التوازن ولا الإفراط هذا أكيد بيرجع لك مولود الأسد أما بالنسبة لك مولود الدلو فاليوم الأمور كتير أفضل من يومين سابقين الأيام السابقة ما كانت مريحة أبداً لألك اليومين تحديداً يلي مروا اليوم حتى لو اضطريت أنك تعمل شوية تنازلات ده حتكون متدائق لأنه اليوم أنت عم تسعى لحلول أنت بدك تحل أنت بدك تزبط الأجواء يعني فما تعرض جهودك الماضية لالضياع إذا كان بيتطلب الأمر مسايرة شوي أو مبادرات إصلاحية خاصة إذا كنت على خلاف ما حدا اليوم حتى مولود الدلو يمكن يكون عندهم كمان بعض التفاصيل الصحية يلي مشغولين فيها أو ربما نقاشات مالية متعلقة بالآخرين حقيقة هلأ من بعد مولود الدلو بد يروح لمولود السرطان يلي عنده يوم حلو أولا مولود السرطان اليوم نشيط تنقلاته كتيرة حركته كتيرة عم بلاحق مصالحه بنفس الوقت يمكن أفكارك اليوم قوية ومقنعة مولود السرطان فاليوم إذا عندك مفاوضات تدخلها بدون تردد أبدا لأنه اليوم ممكن تكون الرابح بأي نقاش هلأ إذا عم بتعالج اليوم بعض الشؤون العائلية ممكن فيه التزامات عائلية عم بيعالجها مولود السرطان ممكن نقاشات مع العائلة العلاقة بقرار العلاقة بتغيير ما أنت عم بتفكر فيه أو مقبل عليه هذا كله وارد بس إجمالا اليوم العائلة إلى حصة من وقتك حتى ممكن يكون بزيارة مع المقربين أو الأقارب أما بالنسبة لمولود العقرة فبشوف يومه حلو ويومه ناجح أولا لا تشوف وجوه جديدة فيه مقابلات جديدة فيه صداقات الحقيقة يعني يوم ممكن صداقاتك يكونوا عم بيلعبوا دور يعني مهم اليوم بنجاح مساعلة إليك عم بيتقدم لك دعم عم بيتقدم لك مساعدات اليوم فيه لقاءات يمكن فيه زيارة يمكن يمكن تستضيف حدا ببيتك أو أنت تزور تفكر تزور أحد الأصدقاء يلي صار لك فترة ما اجتمعت فيهم مولود الثور يعني أنا بشوفه أول الموليد الأكثر حظا معنا لليوم اليوم حلوة عم تقوى الحظوظ بالنسبة لك مولود الثور وعم تتعزز الفرص الجيدة بشوفه رايق اليوم رايق مولود الثور مبسوط يعني ما عنده هيك بالعكس يعني عنده أمال وعم بيرتب أمور كتيرة علاقاته إلى حد ما آمنة سواء مع أصدقائه سواء بعمله عم بيحاول ينجز بعض الأمور اليوم ولا يخلو الأمر من بعض المكاسب المالية لو حبيت الحقيقة تاني الموليد أي اللي عندهم حظ حلو اليوم إنه موليد الجدي فلهيك جرب حظك اليوم مولود الجدي ما تتردد أبدا لأنه اليوم بظن يعني كيف مع هيك العبته بتزبط معك اليوم في حظ حلو مولود الجدي عم يحكي بموضوع العلاقة بسفر أو ربما عم بيتواصل مع أشخاص بعاد عنه بالمكان ممكن عبر تراسل ممكن إيميلات ممكن اتصالات يعني وارد هذا الشي بس إجمالا اليوم الجدي عم بيقدر ينجز الأمور اللي هو حطى بباله وفي عنده نشاط وعنده حيوية أموره إلى حد ما مطمئنة فما تقلق بالتأكيد آخر الموليد مولود العزراء يلي هو عم يتمتع بالحظ الأكبر اليوم كون الأمر متواجد عندك فعندك طاقة اليوم بعد يومين من الكسل أو من الفتور يلي مروا اليوم طاقتك كبيرة حابب تعمل تغييرات حابب تعمل تعديلات على بعض التفاصيل يمكن على حياتك اليومية أو على أهدافك حتى يعني اليوم إجمالاً الأخبار جيدة لمولود العزراء حتى عم تتمتع اليوم بجاذبية كتير كبيرة فاستخدمها لصالحك لأنه بتصور اليوم لن ترد خائب بأي أمر أنت عم بتفكر فيه أو عم تسعى لقلو طبعاً هاي الأخبار عملنا عليها مرور سريع اليوم وطبعاً هاي الأخبار راح أطالي اليوم وبكرة لأنه نفس مواقع الكواكب والأمر متواجد بنفس الموقع فكلها تكون الموليد الأقل حظ والموليد الأكثر حظ كنت تستفيدوا من اليوم ومن بكرة أكيد بالنسبة للأقل حظ يعني بدون يحطوا هيك أعصابهم بتلاجة يعني هيك رؤوا على حالهم شوي رؤوا على علاقاتهم شوي موليد حوت جوزاء قوس ميزان هدوه اللي مكتر رأيين باقي الموليد تمام تمام والأكثر حظان هنا موليد الدراب طبعاً موليد العزراء الجدي وأيضاً الثور